على الرغم من أن مجال الكريبتو ككل قد حصل على نمو جنوني على مدار السنوات العديدة الماضية ولكن هذا فقط جزء صغير من القيمة الموجودة في النظام المالي التقليدي طيب ومع بدء المزيد من المؤسسات والأفراد في إدراك وفهم مزايا الاقتصاد القائم على البلوكتشينز فيوجد مزيد من رأس المال في النظام المالي التقليدي يبحث عن طرق للدخول في نظام الكريبتو تم تصميم المشروع اللي أكلمك عنه اليوم اللي هو زام.io لسد الفجوة بين النظام المالي المركزي التقليدي والنظام المالي اللامركزي الجديد القائم على الكريبتو من خلال عدد من المنتجات والتطبيقات المختلفة في هذا الفيديو راح أغطي كل هذه الميزات وأشرح كيف يعمل نظام زام لتوفير تجربة رائعة للمستخدم والتسهيل قدر الإمكان لجلب الموجة الضخمة التالية من الأموال والمستخدمين إلى الكريبتو ولكن قبل ما أبدأ بكل هذه الأشياء تأكد من الاشتراك وتفيد الجرس حتى لا يفوتك المزيد من الفيديوهات مثل هذا الفيديو بالإضافة إلى كل شيء آخر أقوم بنشر على هذه القناة طيب خلونا نبدأ ونأخذ نظرة على النظرة العامة هنا على نظام زام علشان نحصل على فكرة عن اللي يتضمنوا المشروع أول شيء في بروتوكول زي مورغين وهو بروتوكول على السلسلة الإقراض العملات الرقمية المدعوم بالأوراق المالية راح أدخل في كل تفاصيل هذه الميزات بعد دقيقة ولكن الآن نقدر نشوف بعض المكونات الرئيسية هنا على الرسم مثل العملات المستقرة USDZ وAEDZ وواجهات الوسطاء والبنوك والنازدك وخدمة الضمان طيب هذا هو جزء التكنولوجيا المالية في المنصة اللي يتضمن أشياء مثل التحويلات والديبت كارد الرقمية والخدمات والمدفوعات طيب ومن ناحية الكريبتو يقدموا كمان ميزات التبادل ومحفظة ومنصة التخزين وليلت فارمينغ وتعدين السيولة والحوكمة وعملة الزام المرتبطة بالعديد من الميزات المختلفة اللي ذكرتها طيب تعمل كل هذه الميزات مع بعضها ويتم دمجها في نظام واحد يسمح للمستخدمين بالاستفادة من كل اللي يقدموا الكريبتو طيب الآن بعد ما صار عندنا فكرة عن الزام خلونا ندخل في بعض التفاصيل عن كيفية عمل المشروع وإيش اللي تتضمنوا الميزات اللي تكلمنا عنها قبل شوية ونبدأ من بروتوكول زي مورغن طيب تبلغ قيمة سوق الأسهم العالمية حوالي 100 تريليون دولار علشان كذا حتى لو انتقل 1% فقط من هذه القيمة إلى العملات الرقمية فهذا راح يمثل زيادة كبيرة في إجمال القيمة السوقية للعملات الرقمية الهدف من بروتوكول زي مورغن هو تسهيل انتقال رأس المال المحبوس حاليا في سوق الأسهم إلى الكريبتو ولكن بدون الحاجة إلى بيع تلك الاستثمارات طيب يعني على سبيل المثال تخيل انه في شخص عنده أسهم تسلا وعايز يستمر في الاحتفاظ في هذه الأسهم على المدى الطويل ولكنه كمان يشوف بعض فرص الاستثمار الأخرى في سوق الكريبتو وعايز يستفيد منها هنا يسمح بروتوكول زي مورغن للمستثمر بالحصول على قرض كريبتو باستخدام قيمة أسهم تسلا اللي عنده كضمان وبهذه الطريقة يقدر يستثمر في الكريبتو زي ما يحب ويحافظ على أسهم تسلا تبعه يوضح هذا الرسم البياني هنا طريقة عمل هذه العملية ربما في البداية يكون شكله معقد ولكن التطبيق والتنفيذ راح يكون سهل بسبب التصميم السهل لمنصة زام وفيه كمان إرشادات خطوة بخطوة متاحة هنا على الميديم تبع المشروع جزء مهم آخر من بروتوكول زي مورغن وهو العملات المستقرة USDZ و AEDZ طيب AEDZ هي أول عملة مستقرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرتبطة بعملة الدرهم الإماراتي و USDZ هي عملة مستقرة بالدولار الأمريكي راح يتم استخدام العملتين في جميع أنحاء نظام الزام ويتم دعم هذه العملات بشفافية من خلال الأصول المحتفظ بها في حساب الضمان بعد كذا عندنا محفظة زام وهي محفظة متعددة الوظائف تتيح للمستخدمين تخزين مجموعة متنوعة من العملات الرقمية وإرسالها وتبادلها وتقدم كمان الطرق مختلفة متعددة لاستثمار وكسب عائدات من الاستثمار راح تدعم المحفظة كمان جميع مستويات الكريبتو المختلفة وفيه خيارات إما الأمان الذاتي أو تأمين الـ Private Key الخاصة وتخزينها بواسطة باينانس باستخدام أمان عالمي زي ما نشوف في هذه الصورة في جانب مركزي ولا مركزي للمحفظة وتم بالفعل تطوير الجانب المركزي واستخدامه من أجل السيولة والإصدار الأول من جانب الـ DeFi كمان شغال ويعمل على سلسلة باينانس الذكية والإيثيريوم ويستخدم منصة 1 إنش للسيولة واحدة من فرص الاستثمار في المحفظة هو حساب الاستثمارات الذكية أو محفظة الاستثمارات الذكية يسمح هذا للمستخدمين إنهم يشتروا عملات متعددة بضغط واحدة والعملات هذه مختارة من متداولين ومحللين كريبتو محترفين رح يكون هذا خيار جيد للأشخاص الجدد في مجال العملات الرقمية أو الأشخاص اللي ما عندهم وقت إنهم يتابعوا ويديروا صفقاتهم كل يوم لأن هذا ممكن إن يكون ضغط ومرهق بسبب تقلب الكريبتو هذه الميزة أو الحساب رح تكون متاحة في ديسمبر تعمل المحفظة كمان على السماح بتمويل الحسابات باستخدام بطاقات الانتمان اللي هي الكريدت كاردز أو تحويلات سيبا طيب تم إنشاء المحفظة بالكامل لتكون آمنة بشدة ومتاحة على الآيو اس ومتجر الجوجل بلاي طيب نكمل عندنا عملة الزام وهي العملة المستخدمة للنظام ككل يتم استخدام الزام للمدفوعات مثل التحويلات الدولية أو تأمين القروض المدعومة بالأسهم وكمان لدفع رسوم الشبكة وكمان تستخدم في تعدين السيولة والزراعة والتبادلات وإدارة الداو وإصدار عملات مستقرة وعلى عكس الكثير من العملات الأخرى زام عندها دعم فعلي حقيقي لأنه جزء من الإيرادات المولدة من نظام الزام يروح مباشرة إلى الاستثمار في العملة الأصلية هذا معناته إنه مع نمو النظام واعتماده رح يتم شراء المزيد من عملة الزام لزيادة القيمة مع مرور الوقت زام موجودة حاليا على الإيثيريوم والباينان سمارت شين وراح يتم إضافة المزيد من السلاسل في المستقبل إجمالي الكمية المعروضة هو 888 مليون و888 ألف و888 والتوزيع موضح هنا تم حاجة 23% من كمية العاطل للمكافآت و10% للسيولة وصنع السوق و20% كان موجود في بيع العملة و10% لصندوق النظام عملة الزام موجودة لتداول على البانكيك سواب وعلى اليوني سواب وعلى get.io وفي جسر بين الإيثيريوم والباينان سمارت شين لنقل العملات بين السلاسل وراح يتم كمان إدراج الزام في منصات تداول مركزية معروفة جدا في المستقبل وبجانب تطبيق المحفظة المتوفرة على الجوال زام قامت كمان بإنشاء داب على الويب للميزات المتعددة التي تضار هنا وزي ما نشوف هنا على لوحة التحكم الداشبورد من هنا تقدر توصل إلى جسر العملة وكمان علشان تبادل العملات الأخرى بالزام وتخزن الزام وتقدر تشوف بعض التحليلات المشروع وراح يكون فيه أشياء أكثر في المستقبل مثل الزراعة والاستثمار في المحافظ والوصول إلى الانفتيز من فريق الزام طيب أعلامة التخزين ظاهرة هنا مع معدل أرباح سنوية جيد جدا حاليا فإذا أنت تخطط أنك تحتفظ بالزام على المدى الطويل فأكيد هذا شيء تقدر تستبيد منه إذا أخذنا نظرة على علامة الزراعة الفارمينغ فنشوف أنها لسه مش شغالة ولكن نقدر نشوف بعض الأزواج اللي بتكون متاحة للزراعة ومنها الزام مقابل العملات المستقرة والبي ان بي والإيثيريوم وجزء آخر مطير الاهتمام في الزام وهو أكاديمية بابلون وهي عبارة عن منصة تعليمية لتعليم المستخدمين كل شيء عن تقنية الكريبتو والبلوكتشين من الأساسيات إلى المواضيع المتقدمة في كثير من المقالات والمنشورات الموجودة هنا لبدء التعلم على الفور ويتم إضافة المزيد بانتظام هذا الجزء من النظام بيكون مفيد جدا في مساعدة المستخدمين الجدد على التعرف أكثر على العملات الرقمية علشان يصيروا مرتاحين أكثر في التفرع لمناطق مختلفة طيب الآن خلونا ناخد نظرة على بعض الشركاء والمستثمرين في مشروع الزام يتم عرض قائمة كاملة بشركاء التكنولوجيا هنا وتتضمن البانانس بروكر والوان انش والستيرتك والنيكسو والكوسموس وريالس بانكس وغيرها الكثير ومن ناحية المؤسسات نقدر نشوف وفي مؤسسات أخرى أكثر يعملوا أو يستثمروا في نظام الزام بعض الأحداث الرئيسية القادمة قبل نهاية السنة مفصلة هنا في مقال الميديا وفي ديسمبر بيكون في أكثر من 100 عملة إضافية مدمجة في محفظة الزام للتبادل والاستثمار فيها وميزة التبادل بين الجانبين المركزي واللا مركزي في محفظة الزام بتبدأ بالانطلاق مع منصة الزراعة ومجموعة الانف تيز وفي أواخر ديسمبر الإصدار الثاني من الدابس على الويب أنا عارف أن هذه معلومات كثيرة ولكن هذا لأنه نظام الزام هو واحد من أكثر الأنظمة الموجودة شمولا ولسا قاعدين مو إذا عايز تعرف أكثر أو تجرب بعض هذه الميزات بنفسك تقدر تشوف الرعوبة الموجودة في صندوق الوصف ولازم كمان تتابع زام على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة علشان تظل على اطلاع دائم بكل التحديثات والإعلانات الجديدة وخاصة إنهم ينشر الكثير من المحتويات التعليمية المشوقة على قناة اليوتيوب تبعهم وعندهم كمان ملخصات جيدة لميزاتهم الحالية أتمنى أن تكونوا استمتعتم بهذا الفيديو وأشوفكم في الفيديو القادم